دراما رمضان السنة دي قتحت مساحة كبيرة للمواهب الشابة والوجوه الجديدة احنا شايفين كده مشهد مبشر باننا حنشوف كتير من المفاجآت خصوصا المسلسلات اللي فيها بطولات جماعية وحنلاقي كمان الدراما الاجتماعية من اهم مزايا رمضان 2024 الشركة المتحدة لخدمات الالمية بتحاول تقدم اصوات ومواهب شابة جديدة بنتفرج على البوسترز والبروموز اللي معروضة للمسلسلات بنلاقي وجوه شبابية جديدة فكرة العمل الجماعي كمان مهمة جدا في رمضان السنة نتعرف على التفاصيل اكتر مع الناقد الفني الاستاذ كريم المصري اللي منورنا ومشرفنا في الصباح الخير يا مصر اهلا بيك كده بداية قبل ما نتكلم عن الوجوه الشبابية الجديدة في موسم رمضان 2024 رؤيتك كده وانطبعك الاول عن خريطة رمضان والوجبة الدرامية السنة دي ايه الخريطة السنة دي غنية جدا ومتنوعة وخلينا نقول انها بدأت من قبل رمضان بدأت يعني انا حساس ان السنة دي هو نتاج تحضير ثلاث سنين فاته ده حديدا مع انطلاق منصة ووتشت وانها اتحت الفرصة لعدد كبير من النجوم الشباب في ان هما يحصلوا على بطولات من خلال المنصة وده افرز لنا ابطال جديدة تقدر تفيد السحة الفنية في مصر ونتجتها ظهرت السنة دي ان الممثلين الشباب دول هم ابطال معظم المسلسلات السنة دي وفي منهم اخد بطولة مطلقة في رمضان يعني لكن هي مسيرة متنوعة وغنية جدا ووضح فيها التنوع ما بين اكتر من شكل درامي ما بين الكوميديا وما بين اعمال الاسوارة وما بين الاعمال الاجتماعية الشعبية وما بين الاعمال التاريخية وهي يعني واضح ان احنا هنبقى قدامه وجبة غنية جدا ومتنوعة درامية طيب انت شفت ايه مسلسلات عملت برومو او انت شفت ايه من البروموهات اللي انت شايف فيها مسيحة كويسة للوشوش الجديدة اللي احنا مش متعودين عليها او لوجوه الشاب ده في مثلا مسلسل مسلسل اكباري ده بطولة احمد داشو عصام عمر اللي اتنين من الوجوه الشابة طب مسلسل فراولة النيل كريم هو مسلسل كوميدي بطولة صدقي صخر وهو واحد من النجوم الشاب عصام عمر برضو من منصة بوتشد بلتو وصدقي صخر فريفو طب كان موجود برضو بشكل متواجد بشكل كويس ومش بس كده بشكل خطير مش بشكل كويس بس ده كان فريفو خطير ومش بس كده كمان احنا كمان فيه اتاحة كمان ان احنا نشوف مواهب شابة مش في التمثيل في التأليف فيه مسلسل مليحة وده مسلسل كتابة الكتابة الشابة راشا عزت في اول عمل لها وهو بيناقش القضايا الفلسطينية وهنا بقى ده در كبير جدا ان يدير سالة واضحة ان الدولة بكامل مؤسستها حتى القوة النعمة بتاعتها بتقدم رسالة مجتمعية اللي احنا عاملين مسلسل عن احداث القضايا الفلسطينية الأخيرة وده رسالة كبيرة طبعا ده تأليف برضو شابة فيه مخرج شاب برضو مسلسل سيد العارب النجم غدا عبد الرازق موجود المخرج الشابة احمد حسن فالسنادي المتحدة نجحت انها تقدم مش بس ممثلين ابطال لا ده كمان بتقدم كتاب وتقدم المخرجين فواضح ان فيه ده نتيجة تلت سنين زي ما قلت لحضرتك مش بس مناصة ووتشب لا كمان الوف سيزون اللي كان بيحصل على مدارة تلت سنين اللي فاته وكان واضح الدعم الكبير للشباب يعني وجوه جديدة في كل عناصر العمل الفني على مستوى الورق الكتابة الاخراج والصورة وكمان التمثيل وده بيثري الحياة الفنية وبيقدم أصوات جديدة احنا محتاجين يعني ننعش كده حياتنا الفنية بأصوات وأفكار جديدة من الشباب نروح لمسلسل امبراطورية ميم مسلسل خالد النبوي فيه كمان مجموعة كبيرة جدا من الشباب والدويتو خالد النبوي ونور النبوي ده لتاني مرة مسلسل بيقدم وجوه جديدة اتعمل قبل كده طبعا الفيلم الشهير اللي كلنا كمصريين مرتبطين به امبراطورية ميم لفتن حمامة والنص الأصلي لإحسان عبد القدوس شايف التجربة دي ازاي من زاوية تقديم وجوه جديدة ومن زاوية كمان الاعتماد على نص أدبي واعتماد كمان على فكرة مهمة جدا اللي تقدمت في السلمة المصري نعم كمان ده تاني تعاون بين المخرج محمد سلامة وخالد النبوي والكاتب محمد سلمان عبد الملك كسيناريا وحوار يعني بعد امبراطورية ميم بعد راجعيني هوا في المسم الرمضاني المقبل الماضي يعني ونور النبوي كمان هو جاي من نجومية سينما فيلم حريفة بطلطة ومحقق على ايراضات في الفترة الأخيرة كمان فيه شباب موجودين في المسلسل هجر السراك اللي هي انتاج منصة ووتشوب برضو في العمل الأخير حالة خاصة مع طهات سوجي موجودة ميان السيد موجودة موجودين كمان أكتر من من شاب موجودين في مراحل عمرية مختلفة كمان الجراءة اللي احنا كمان بنتكلم في الفكرة طرح الفكرة مع معالجة لـ 2024 مع النص الأصلي احنا شفنا في الفيلم ان الحدوتة كانت بتدور حوالين الأم لأ هنا يعني في النص الأصلي في الرواية الأصلي هي حوالين الأب منور وستاذ خالد كان بينهم تعاون قبل كده فراجعيني هوا وقدروا ان هم يقدموا ده بشكل مميز وها شايف ان المخرج محمد سلام هيكون لي بصمة واضحة على الموضوع طيب النصوص المناسبة للعصر مش بس إمبراطورية مين اللي حدت تقدمها عتبات البهجة وستاذ يحيا الفخراني هنشوفه في موضوع راجع بقى عن البودكاست والشباب وحاجة مختلفة خالص ازاي دكتور يحيا قدر انه يفكر في حاجة زي كده وانه نلاقيه موجود في موضوع يعني شديد الشبابية البودكاست من نسبة دكتور يحيا فانا عندي جملة شهيرة بقولها عليه وفيه ممثل كويس وفيه ممثل عظيم وفيه يحيا الفخراني فحل الوحد ده انا على المستوى الشخصي مجرد رؤيته بس في اي مشهد بيجي لحالة اشباع فني انا مش عايز اتفرج على اي حاجة تاني بعدين موهبته الكبيرة وسقطه فيها قادر انه هو يتواصل مع كل الاجيال جراءته وده نتج لسقطه في موهبته انه هو قادر يقدم شكل زي البودكاست والبودكاست ده حاجة لسه زهر جديد بقى لها سنواتين تلاتة على موقع التواصل الاجتماعي او على البلاتفورم المختلفة على شبكة الانترنت يعني فانه هو يروح للمنطقة دي تحديدا دي جراءة كبيرة منه وانا واصلت من نجاحه لاني كمان الاجيال الجديدة هي مرتبطة ارتباط كبير بيها الفخراني لاني طفولتهم كان فيه عباس لابيض وكان فيه ماما نونا وكان فيه اكتر من الحاجة فارتباط كبير طبعا حمادة عايزه ارتباط كبير بيه بالمناسبة مخرج حدباط البهجة هو مجدي ابو عميرة اللي هو كان مخرج حمادة يتربف عايزه يتربف عايزه والشخصية الشهيرة حمادة عايزه وماما نونا تاني تعاون ما بينهم ده ممكن يقدم كمان يحيى الفخراني اللي يغاب عن شاشة رمضان اكتر من ثلاث سنين يقدمه بشكل مختلف كبير خبيني نقولي ان الفنان الحقيقي هو قادر يتواصل مع كل الاجيال استاذ مجدي ابو عميرة هو مخرج كبير اكيد يعني وياما قدم اعمال كانت نجحة جدا على مدار تاريخنا في الدراما يعني رجوعه بعد غياب لفترة طويلة ده برضو يحسب للشركة المتحدة على انها مش بس كمان بتقدم شباب لا اي بتقدم بترجع تاني الناس اللي لها تاريخ كبير واني استاذ مجدي ابو عميرة وستاذيحة الفخراني قدمونا حدوتة قايمة على البودكاست ده تحدي كبير جدا لهم بس اكيد استاذ مجدي ابو عميرة اشتغل مع اوزيحة الفخراني قبل كده كتير انا ايسف ان انا بقول اساد ان ان دول اساد حتربينا على فنهم طبع 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 حفظة ربنا على انهم يعني على فنهم وهم بينهم كيميا وكانت واضحة بشكل كبير في تربف عزو وان شاء الله يقدمونا حاجة طليق بتاريخهم الكبير طيب لو رحنا للكوميديا طبعا احنا تكلمنا فيه دراما تاريخية اجتماعية دراما فيها اكشن وتشويق وغيره الكوميديا كمان ليها نصيب مهم جدا لكل سنة كلنا بنستنى الكبير قوي لأحمد مكي السنة دي فيه مسلسلين بابا جيل اكرم حسني والجزء التامن للكبير قوي احمد مكي شايف الكوميديا ازاي السنة دي في رمضان 2014 وفيه كمال العدد كمال العدد كمان فيه فراولة لينلي كريم لينلي كريم وكمال العدد الجزء التاني هيكون على شاشة المنتحدة يعني الكبير هو حالة حالة عامة بصرف النظر عن مستوى احيانا بيكون بعض الحلقات ما بتكونش احسن حاجة وفي حلقات بتكون احسن حاجة يعني بس هو حالة عامة احنا كل الناس بمرتبطة بيها الكبير اصبح في التامن ومواسم بتوعه هو زي بوجي وطمطم في عزمين وعم وفؤاد الناس بقت مرتبطة بيه بس محدد يدامك ان هو بعد 8 سنين يحافظ على فكرة الارتباط مع المشاهد وانه يجدد من نفسه اختيارا موضوع انا عايز اختلف معك وهو مش بيحافظ خالص هو كل مرة بياخد بيكتسب ارضية جديدة وبياخد جمهور جديد ما كانش من جمهوره اصلا يعني كل شوية بيطلع عالسن بيتفرج عالتليفزيون بالعكس انا اعتقد ان هو بياخد سن مش متعود عالتليفزيون يعني متعودين على الاقاع السريع بتاع المنصات الحلقات الصغيرة زي المتعودين نتفرج عليها في الفترة اخرانية على منصة واتشت انا شايف ان ميكي بيجذب الجمهور ده كمان اللي هما الولاد الصغرين مش بس الشباب اوه ده راجع الاختيار للموضوع ميكي كرياتف جدا من اول ظهوره وهو حد كرياتف جدا مبدع بقدر يختار الحاجة ويختار الموضوع اللي يكون قريب للتارجت اوديونس للفئة اللي هو بيبقى متارجتها عايزها للسنة دي وكمان السنة دي بعد ثمان سنين الفئة اللي كان بيشتغل عليها كبروا اوه استاذ احمد الجن دي السنة دي كمان متعمل موضوعه بشباب وعايز راجع بس النقطة ان مسلسل الحشاشين وده اكبر انتاج اضخم انتاج في النقطة العربية السنة دي بيتر ميمي هو في كل مشهد احنا عندنا شاب يعني انا عندي معلومات عن المسلسل ان في فئة كبيرة جدا من طلاب فعل معدفنون مصرحية وخرجين معدفنون مصرحية ومركز الابداع مقدم اكتر من شاب في ادوار كبيرة بالمناسبة كمان يعني فهنشوفهم بشكل كبير الكوميديا في رمضان هي تملي بيكون لها خص ونصيب بس احنا بقلنا فترة ما عندناش الكم ده من الاعمال الكوميديا ان هو يكون موجود يعني كنا بنكتفي بالكبير ممكن يكون عمل معاه كل سنتين وثلاثة لكن السنة دي ان يكون فيه اربع عمال ده هيخدي انا اسألك يعني رجوعا كمان لنقطة الكبير اوي فكرة انه ميكي زكي جدا انه بيدي مساحة للي حواليه يعني مش بس فكرة الوان من شو او هو البطل الكبير اوي لكن هو ادى السنين اللي فاتت مساحة كبيرة جدا لأسماء كانوا معاه ولمعوا جدا في الوسط الفني فدي تحسب لذكاء الذكاء الفني لأحمد ميكي نرجع بس لمسلسلين تانيين الفراولة من اللي كريم من اللي كريم احنا تعودنا شوي على الادوار التراجيدي ليها في الدراما السنين اللي فاتت السنة دي بتعملنا فراولة بشكل كوميدي كامل العدد وكمان عايز اشارة من حضرتك لبابا جيه اكرم حواصن فراولة يا نيلي كريم عملت لنا مية وشة قبل كده كان مسلسل كوميدي ونجحت انها تقدم نفسها فيه بالشكل الكوميدي كمان نيلي كريم عندها الميزة اللي حضرتك لسه ايه اللي عليها من شوية اللي هي متشابهة مع احمد ميكي هي بتدي فرص للناس اللي حواليها في مساحات كبيرة ساعات بتكون نفس مساحة نيلي كريم في المسلسل ومش اي فنان بيعمل كده بس ده راجع ان الفنانة الحقيقي بيكون مقتنعة جدا ان المحتوى هو الاساس للنجاح مش شرط مساحتي انا بكون اكبر مساحة لا لو الناس اللي حوالي هيقدروا يديفوا للعمل فده هيكون شيء ايجابي عودتها للكوميديا خصوصا انها السنتين اللي فاتوا كتت عاملة عمال درامية تقيلة جدا زي فاتا عمل حربي وقدمت نفسها بشكل قوي انها هترجع تاني للكوميديا هي عايزة تثبت للناس ان انا فنانة متنوعة واقدر اعمل كل الاشكال اكرم خصني اكرم خصني هو حالة خاصة ليه جمهوره وبيكتسب جمهور في رمضان بشكل بشكل كبير كمان ان هو هيعمل حاجة لسنائي دي فيها عدد كبير من الاطفال واحنا كمجتمع مصري بنحب نتفرج تملي على الاعمال الاجتماعية الاسرية اللي بيكون فيها لشكل ده من الصراع بين الاب والابناء بس احنا عايشينها يعني كلنا في البيوت يعني موجودة بنحب تشوفها كامل العدد وهو نفس الفكرة تقريبا برضو ان فيه بصراع بين الابناء والاباء والامهات يعني واستمرار لنجاحه من الموسم التاني اتمنى اللي يكون الموسم التاني بنفس نجاح الموسم الاولاني خصوصا ان المسلسل برضو فقد عنصر مهم منه فنان الروح المصطفى درويش يعني وهو كان عامل اضافة كبيرة حقيقية يعني في الجزء الاول لكن هرجع اقولك تاني تعدد الاعمال الكومودية هو شيء ايجابي جدا صراحة ينفع اقولي ايه من وجهة نظرك هيكون المسلسل الربحان او الحصان الربحان السيزن ده ولا مش هتقول مسلسل واحد انا متوقع ثلاثة متوقع الحشاشين زي كريم عبدالعزيز وضخامة الانتاج وعمل بيتحضر له بقاله اكتر من سنة كتب مميز زي عبدالرحين كمال مخرج مميز زي بيتر ميمي اتوقع لها يكون منجح بشكل كبير فيه مسلسل تاني من اخراج الاساس هاني خليفة بدون سابق انذار اشر ياسين وامينة خليل واتوقع برضو مصار اكباري لداش وعصام عمر وعلى عدد اتوقع على عدد اتمنى لان ده هيخلع نوع من المنافسة وكلما تتسع رقعة المنافسة في الفن تحديدا كلما بيكون مبدعين بيقدروا انهم يقدموا جودة فن تاخد من فئات العمرية مركزتش على مسلسل لفئة السوبرستار او كده لا انت اخدت من كل الفئات العمرية يعني المسلسلات الشبابية هتنافسوا بقوة هتنافسوا بقوة وكمان في اعمال تانية موجودة زي امير قرارة بيت الرفاعي وغادة عبد الرازق الناس اللي عندها رصيد كبير عند الناس بس انا شايف ان تجربة الشبابية السنة دي هتنجح وهتجيب اثر كبير فكرة الانتاج اللي هو 15 حلقة ودي بقى كذا سيزن او كذا موسم فرمضان بنشوف المسلسل 15 حلقة برؤية الناقد الفني بعين الناقد دا ازاي اثر في فكرة تلقي المسلسل وشد اقاعه زي ما بيقوله كده بلغة النقد والفن وازاي كمان ادى مساحة التنوع انه يبقى مسلسل 15 حلقة زي ما كنا بنشتك دايما من فكرة التطويل والمط والملل ساعات انه في احداث كتيرة وحش ودرامي ملوش لازمة داخل المسلسل اهمية ان انا اركز او اكثف رسالتي الدرامية والاعلامية في 15 حلقة هو الفكرة مش 15 ولا 30 هو الفكرة هل العمل يستحمل 30 حلقة او 45 حلقة او 60 حلقة ال 15 هو حاجة مفيدة جدا لانها كمان بتديني فرصة ان انا اتنوع وان انا اقدر اقدم عدد اعمال اكبر عكس مثلا من 30 15 ممكن يسمحلي ان انا الجزء الاولاني من رمضان يتعرض خمس مسلسلات والجزء التاني من رمضان النصف التاني من رمضان يتعرض خمس مسلسلات في وجوه اكتر هيديني فرصة للتنوع هيديني فرصة ان اقدم وجوه جديدة بطبيعة الحال اكيد عدد الحلقات كل ما يقل هيكون فيه سرعة في الاحداث مع اقاعة مشدود المشاهد مشالي هياخد نفسه من الاحداث لان يعني عمل ما بنعمل البداية بيكون فيه التصاعد بيكون فيه النهاية فلا هي فكرة واتمنى انها تستمر شكرا شكرا جزيلا ان نورتنا وشرفتنا النقد الفني الاستاذ كريم المصري شكرا شكرا